شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة رقمية ضد حضور النجم المغربي سعد المجرد للنسخة التاسعة عشر من مهرجان موازين بمجرد الترويج لأنباء تفيد أن الأخير سيحيي حفلة ضمن فعاليات المهرجان المقرر تنظيمه خلال الفترة الممتدة بين 21 و29 من شهر يونيو المقبل وانتشرت عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان لا لحفلات سعد المجرد في المغرب تدعو إلى منع إقامة المجرد من إحياء أي حفل من حفلاته الفنية داخل التراب الوطني إلى حين الانتهاء من المحاكمة التي ما زال خاضعا لها بتهمة الاقتصاب وأوضحت العريضة أن مكانة المشاهير لا يجب أن تشكل نوعا من الحماية من العدالة بالنسبة لهم حيث جاء فيها لا يزال سعد المجرد يحظى بشعبية كبيرة ودعم الفنانين المغاربة رغم الاتهامات المتكررة والخطيرة ولا يزال مسموحا له بإقامة حفلات موسيقية وهو ما يعد إهانة للضحايا ويقلل من خطورة الجريمة ويشجع ثقافة الاغتصاب وأضاف أصحاب العريضة كيف نسجن مغني الراب بسبب كلماتهم ونسمح لسعد المجرد المتهم بارتكاب جرائم اغتصاب بالغناء في المهرجانات المغربية إشارة إلى صاحبي أغنية شوركوبي أتاي وتحدث سعد المجرد في آخر ندوة صحفية عقدها بالمغرب عن رغبته في أن يعود للحفلات في بلده المغرب ورغبته في المشاركة في مهرجان وطني خاصة مهرجان موازين واصفا إياه بأنه الخيار الأفضل بالنسبة له